الخبر اولي عادنا عدى هجم المتابعين على احمد حسن وزينب فاحمد حسن وزينب نزوه على حسابهم باللين انستجرام هذا البوست اللي تجنبي هذا الفيديو يشوفوه بص يا جماعة النهاردة احمد جاب لي هديتين هديية بمناسبة المولود الجديد وهديية بمناسبة عيد جوازنا تعالوا الرهم لكم اول حاجة هوريكو هديية عيد جوازنا تمام جاب لي ساعة ابل واتش مطلية بدهب عيارة 24 شكلها حلوة اوي 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 هديية بمناسبة المولود الجديد عايز اقول لكم اصلا ان البوكس شكله ضحفة الواحدة يعني انا افرح بشكل البوكس بس التليفون المطلي بدهب عيارة 24 والفصوص اللي هنا دي فصوص الماضي شوك له حلوة اوي 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 عايز اقول لك ربنا اخليك لي وبحبك اوي حلوين جدا وفرح تبيهم اوي طبعا كل كومنتات اللي عادتهم اتفجرت قاعدين يتهجمون عليهم اتما شايفين يقولهم انتم شونو قاعدين يساونو الناس في فلسطين قاعدين يموتونو انتم ما قاعدين تنزلوشي على فلسطين وانتم قاعدين تهجمو عليهم ان الفيديو التافه فاكتبنا حبا بلكومنتات اشتركوا بالتهجم متعرضوا ولا هل يستحقوا او لا الخبار الثالي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبار فاول اليوتيوبار عادنا هو احمد ابروب فاحمد ابروب نزع له سبب الانستجرام شوية تستوريات وبهذا اليستوريات شن يعلمي خلال انه رح ينزل مقطع القضية في فلسطيني اللي قاعد يصير حاليا ويطلب المتعبئين يقول له شونو يريدون بالضبط وبعد يحطوهم شوية تستوريات يخيرهم شونو يريدون بالضبط هذا الشي او هذا الشي فاكتبوني اش جامة حمسيين قابل اليوتيوبار الثالي عادنا فهي سارة تيوب واخيرا نزل الجزء الثالث من اخير من مقلب الحب اللي سوته بيه وبهذا المقلب طبعا صارت تيبتي لحطوكم رابط بالوصف اتمنى من الكل يروح يشوف هذا المقطع المقطع الصراحة كلش ناري وروح شوف هناك الصدمة شنو اللي صار بالجزء الاخير وشنو صار بسارة فاكتبوني يا حباب بالكومنتات اذا عجبكم ميش المقطع او لا الخبر الثالث اللي عادنا عن دايلر وعيد ميلاده فاليومي يا حباب هو يوم عيد ميلاد دايلر فان شاء الله الف مبروك وعقبال المليون سنة يا رب وطبعا هو حاليا صار امره عشرين سنة ولا تنسوا يا حباب انه تعيدوا بالكومنتات على عزم ما هذا الخبر الرابع اللي عادنا على المتابعين كشفوا من حققات احمد حسن وزينا بوقفوها من الكلمة تعب عليكم من الكومنتات اللي عادهم ومن لسي على السبب فسوى التهجم المتابعين عليهم اللي هم من نزلوا اي شي على القضية فلسطينية لا بحسواتهم بالانستجرام ولا غير صورهم ولا باليوتيوب فلاذا مخفوا هذه كمنا نهواني الناس صاروا يتهجموا عليهم اسم الو touch والآن مع نازل اخاطر الو الزائب الخبر الخامس اللي عادنا عانى انه واصال وساحب التوثيق بقناتهم فالما اعني توثيق هباي انتم شmeye ما بلriverوا اعلمات صحه اهل توثيق på قناتهم ولكن بعد غير رؤوس من قناتهم الانس والفملي من اس وصالة بالعربي وبالانجليزي إن شاء الله توثيق من عادتهم اليوتيوب شاء لهم إياه التوقع هو هذا السبب لوحيدي حبايب فكتبوا لحبا بلكومنتات وشاركهم بالغاية توثيق من قناة انس والصالة معنى هي أكبر قناة عربية تقريبا وبسأل الحبايب نهو صناعة المقطع أتمنى ما أعجبكم نستحطوا للك تشاركوا بالقناة تشاركوا بالقناة تشاركوا فيتزين ما قادمة القصص تشاركوا المقطع السارة بالوصف أتمنى من الكل يروح فجرة وبس مع السلامة